ودلوقتي جي معدنا مع اخر فقرات حلقتنا وهي فقرة وانشوت زي ما احنا متعودين معاكم في فقرتنا وانشوت اننا بنسلط الدوء على الاحداث الرياضية الايجابية ونتكلم عنها النهاردة حصد المنتخب المصري لقوس والسهم المركز الاول ودرع البطولة العربية 13 اللي اختتمت منافساتها في السعودية مؤخرا بمشاركة 110 لاعب ولاعبي ومسترون 17 دولة فازت بعثة منتخب مصر باربع مداليات ذهبية واربع مداليات فضية واربع مداليات بننزية لتتصدر ترتيب البعثات المشاركة في البطولة العربية حصد منتخب مصر للسيادات بمدالية ذهبية في منافسات القوس الاولمبي وكمان فاز منتخب مصر للرجال بالمدالية ذهبية في منافسات القوس الاولمبي فاز كمان احمد فخري بذهبية الفردي للقوس المركب وكمان علي عبدالبر بالمدالية الذهبية في الدور التأهيلي للقوس الاولمبي اشتركوا في القناة